في شأن البيئي كذلك نظمت جمعية عائشة لتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة بشركة مع جمعية روتريب الفرنسية نظمت عملية تشجير بمنطقة بوغيال وحملة نظافة للشاطئ الأبيض العملية جاءت بدعم من الجماعة القروية للشاطئ الأبيض المزيد من التفاصيل مع محمد نمي القارح ومحمد موشنان زرع والسنبات مجموعة من الأشجار المثمرة القادرة على التأقلم في مناخ المنطقة عملية التشجير هذه تهدف إلى محاربة التصحر ودعم الاقتصاد الاجتماعي عن طريق تشجيع السياحة الإيكولوجية نحن الآن بجماعة الشاطئ الأبيض لمهمتين الأولى هي غرس وتوزيع ثلاثة أصناف من الأشجار الزيتون والرمان والكرموس يعني التين الهدف بالطبع هو هدف بيئي محض بيئي واقتصاد اجتماعي لأننا بنشر ثقافة غرس الأشجار خاصة المثمرة هذا له انعكاس كبير على الجانب البيئي قدمنا من فرنسا في إطار مساهمتنا مع عهد الجمعيات المحلية التي تنشط في المجال البيئي وقد قمنا بعملية زرع لمجموعة من الأشجار المثمرة والتي من شأنها أن تعطي انعكاسا إيجابيا على البيئة قدمت من فرنسا كمتطوعة في هذه الجمعيات النشطة في المجال البيئي وأنا سعيدة بتواجد هنا في هذه المنطقة الجميلة نحن نعمل على توعية الناس بأهمية الحفاظ على البيئة لينتقل بعدها المتطوعون في هذا النشط البيئي إلى الشاطئ الأبيض للقيام بحملة نظافة بالشاطئ سعيا لتحسيس وتحفيز المصطفين على ضرورة الحفاظ على نظافة الشاطئ التي هي مسؤولية الجميع هذه الحملة تهدف إلى تحسيس ونشر ثقافة ضرورة الحفاظ على البيئة لدى المصطفين يساهم فيها مجموعة من المتطوعين من داخل وخارج البلاد مشكورين والشاطئ الأبيض هو شاطئ جميل وهادي ويعرف إقبالا كبيرا في هذا الفصل من السنة خاصة أنه هو المتنفس الساحلي الوحيد الذي يتوفر عليه إقليم قلميم هدف منها ما هو والنظافة بأكثر ما هو هدف توعوي نواعه الساكنة ونواعه المصطفين هنا تيابي أهمية نظافة المكان طبعا مجلس يوفر الشاحنة ويوفر العمال لكن لا بد من تظافر جهود الجميع من أجل نظافة شاطئ نظيف وبيئة نظيفة من أجل راحة المصطفين إن شاء الله نشاط بيئي يستهدف تشجيع المواطنين على ضرورة الحفاظ على البيئة واحترامها خاصة والبيئة لم تعد تحتمل المزيد من التلوث في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري شكرا شكرا